الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات والصلاة والسلام على سجدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أسرف المخلوقات وعلى آله وأصحابه أصحاب المقامات في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك المحرم نبدأ أهم الدين إن شاء الله وهو العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة ولا بد أن نتحدث أولا عن هذه الأهمية كل شيء من أولا عنه كل شيء من أولا عنه كل شيء من أولا عنه من أولا عنه من أولا عنه في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المباركة سوف نتحدث أهل السنة والجماعة لا بد أن نتكلم عن أهمية العقيدة لذلك نرى الإمام الطحاوية يقول هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة عن أنه إما تكون حدثت في أيام التابعين أو تابع التابعين فليست مما أحدثه المتأخرون الاسم الاسم the term عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة the creed of أهل السنة والجماعة this was given like the sunni عقيدة the sunni creed was a title that was given to this عقيدة at the time of it was a term that was used at the time of the followers of the companions the tabi'een or the tabi' tabi'een the followers of the followers of the companions and this is why إمام الطحاوي who authored this book he said this is the clarification the explanation of the beliefs of أهل السنة والجماعة the creed of أهل السنة والجماعة وهذه العقيدة التي بنا إينينا هي المجمع عليها ممن يعد إجماعه إجماعه so this عقيدة that we are about to discuss this is the عقيدة that there is إجماع upon by all those who their agreement is calculated when we consider إجماع so all the scholars this is the agreement of all the scholars that are looked at when you see is this a matter of consensus or not the scholars of the rank of consensus that we take into account for consensus whether they agreed or not this is what all of the scholars have had consensus upon all the scholars of consensus and there is a great error that is used today that is found today in regard to this word of إجماع of consensus consensus is the only people take into account in consensus if they agree or disagree are the مجتهدين لا يقعوا من غير المجتهدين a person who is not a مجتهد is not taken into account whether they agree or not regardless of whether they agree or not it is consensus قال السيد عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب ألفية مراقل السعور في علم الأصول وهو الاتفاق من مجتهدين أمتي من بعد وفاته أحمد هو الاتفاق من مجتهد الأمم من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر الأصوليون حتى الإمام إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام الباجي والإمام القرافي والإمام عبدالبر هؤلاء عوام بالنسبة للمجتهدين سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في ألفية مراق السعود التي نظمها من جبع الجواب على السبكي والتنقيح للقرافي وغيرهم من علماء نصوب قال هو لاتفاق من مجتهدي لأمتي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الأشهر عالمي بالشقير قال لاتفاق ما هو معنى الإجماع لاتفاق من مجتهدي لأمتي من دعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاح فلا يعتبر الأصوليون كإمام الحرمين وإمام الغزاري والقرافي والباجي وابن عبد البار وغيرهم من الفحول هؤلاء لا يعتبرون في الإجماع سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم the greatest or one of the greatest scholars ever to come from Mauritania he mentioned in his الفية meaning a thousand line poetry في عدم الأصول in the knowledge of أصول he mentioned that لا هو معنى الإجماع what is the meaning of consensus he said consensus is the agreement of all of the mujtahids after the passing of Muhammad صلى الله عليه وسلم if all of the mujtahids of a time agree upon a matter then this becomes a matter of إجماع now if somebody is a scholar of أصول such as الباجي or إمام الغزاري or إمام الحرمين that you know wrote the book about أصول and others scholars that the shaykh mentioned قرافي etc قال لا يعتبرون في الإجماع they are not taken into account in إجماع it is consensus of the mujtahids as far as is jihad these scholars these great scholars that we mentioned are considered عوام like from the general public their opinion is not at the level where it is considered whether something is consensus or not والذي نص عليه إمام الحرمين بنفسه في الورقات قال لا يعتبر الأصوليون الإمام الحرمين himself wrote إن أصول إن الورقات في أصول الفقه إن أبات أصول he wrote لا يعتبر الأصوليون في الإجماع that the scholars of أصول of the Islamic principles because he's writing a book in Islamic principles he said the scholars of Islamic principles meaning such as himself are not taken into account in terms of consensus لأنه وبي نفسه هو إمام الحرمين تحت الحجر للشافعي هو تحت الحجر هو مقلد he was referred to he's referred to he's known as إمام الحرمين that he's the imam of the two حرم and he himself is referring to himself now he's according to what definition he puts he falls under a tube so he doesn't he doesn't fit that that definition that he was writing himself in terms of his jihad والذي أفسد الدين الآن هو عدم فهمي ومقلد للإمام الشابع وتحت الحجر المذهب الشابع and he was following the shafi madhab himself so he was following the ijtihad ومقلد هو مقلد he was doing تقليد which is to follow a madhab والذي أفسد الدين الآن هو وضع المسميات على غير مستحقها and what corrupted the deen today is calling things by other than what they deserve to be called حتى أني سمعت بعض الأوقات إجماع المسلمين في أمريكا سمعوا so now people say things today like oh but this matter and they'll say about something in particular but all the scholars in America have made consensus upon this there's إجماع in America on this matter as if that means something in terms of fiqh and while look at who is not counted in إجماع like إمام الغزان and all the scholars that we mentioned they're not counted all these scholars that the sheikh mentioned they're not counted in this they're not mentioned meaning that to clarify meaning that if there's ten people in a room seven of them are mujtahids and then Imam al-Ghazali walks in and he disagrees with what they're saying his disagreement would not break the consensus because he's not at the level of scholarship of those scholars and the إجماع is at any time in history for the mujtahids who are alive at that time to agree on that matter هذه العقيدة التي بين إذنا هي التي أجمع عليها المسلمون هذه العقيدة التي بين إذنا هي التي أجمع عليها المسلمون this is the العقيدة that we are reading that is in front of us right now this is the العقيدة that the Muslims have agreed upon وهي العقيدة السلف الصالح this is the العقيدة that there's consensus upon this is the العقيدة of the righteous predecessors of the center and the author this author that Imam al-Tahawi he was born in the third century meaning the year 200 and some after hijrah so he's from the righteous predecessors and he passed in the year 321 and according to some he passed in the year 320 after hijrah فَمِنْ هُنَا نَأْخُذُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُولَ الَّذِي أَلَّفَ هَذِهِ العقيدةَ من السلف الصالح لا بد أن نفهمه so we take from this and we understand first we must understand first that the author of this book he is from السلف الصالح he's from the righteous predecessors وَتَسْمِيَتُهُ مِنْ أَحْسَنِ الْتَسْمِيَاتِ حَسَمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْعُلُوْفِ كلِّ مَنْ أَلَّفُوا فِي الْعَقِيدَةَ فَوَ سَمَّى تَسْمِيَةً كَافِيَةً وَافِيَةً تَسْمِيَةُ مِنْ أَحْسَنِ الْتَسْمِيَةٍ قَالْ هَذَا بَيَانُ هَذَا ذِكْرُ بَيَانُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمْعَةِ فَلَمْ يَاقُلَ شَعَرِيَّ وَلَمَاتِ رِدِيَّ يُشِيرِ لَا أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ مَعْنَوِيًا إِنَّمَا هُوَ لَفْضٍ So here, when he starts the book, he explains his introduction to the book. Basically the title of the book. Here is the best introduction. He says this is the clarification of the عقيدة of أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمْعَةِ The followers of the Sunnah and the Sunni Creed. So by doing this, he is... Of course there's things that are differences of opinion and he'll clarify those things. and he'll clarify what is wrong. في العقيدة لا يجد اختلاف ويؤثر على العقيدة المرحة. But the difference... But there's no... In reality there's no difference of opinion as far as what the meaning is. It's as far as terminology or characterization or whatever. But as far as the actual belief itself, it is the same. Whether you're saying أَشْعَرِيُ الْمَاتَرِيِّ He's saying that this is explaining what the Sunni Creed is despite, you know, whatever. or whatever is it. And as Subki he mentioned for those people... And for the people who say that there's actually a difference in belief between the أَشْعَرِ and ما تريد عقيدة... So Imam Subki he mentioned that the Hanafis are Ash'aris and they follow the عقيدة of Abu al-Hasan al-Ash'ari. Their beliefs are those beliefs of Abu al-Hasan al-Ash'ari. ما هي النتيجة من كلمته هذه What does it mean? What's the effect of these words? معروف أن الأحناف ما في أحد الله يقول ما تريده لكن يريد أن يرد الناس إلى نقطة واحدة أن الخلاف الأفغل. معروف So in reality it is known that the Hanafis are maturidi. They follow, they ascribe as far as the terminology, the maturidi عقيدة. But here he is clarifying that the Ash'ari and the maturidi عقيدة in reality and belief, they are the same. يشير إلى الناس يبين لهم أن هذا الاختلاف لفظي حتى لا يتناسع أثنان. وهذا مما يفسد الكثير. لا أستمع دائما عندما نمشي في الرحلات أو في المجالس العلم. الناس يقولوا ما فيه لا مدرستان. مدرسة الماتري دية والأشعرية وهذا خطأ شديد. لأنه يؤدي الناس إلى التحيّر العوام. يؤديهم إلى التحيّر حتى يعتقدوا أن في عقيدة اختلافا هذا غير صحيح. And this is something that is incorrect. He was clarifying that there is a difference in belief between the Ash'ari and maturidi schools that that's an error. That he is showing that the beliefs are the same, the difference is only in terminology. So a lot of people today are trying to say that the only acceptable schools of thought in عقيدة are the Ash'ari and maturidi عقيدة and that's an error in itself. because they're saying by this they're implying that there's different ways to believe. That there's different ways to believe when in reality they are in agreement in terms of beliefs and it's just a difference in terminology. And he will clarify this matter but it is known that you know most of the people that ended up following Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari and what is behind the two C's I don't know what that refers to in particular but towards further east that's where people started following the terminology So it's just the Imam that became more popular in that particular region. So it's not a difference in the language of Islam. So it's not a difference in the language of Islam. وغيرهم والصحابة قبلهم هذه أمور غانية لأنها يصح فيها الاختلاف أما أمور وصول العقيدة لا يختلف فيها العلماء أما أمور سيبين لكم هذا عندما تسمعون من الصوت سيوضح لكم المسألة بعينها وهم العلوم على المكلف وما ذكره العلامة المغربية قال وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة بها الشرع قال أن يجب على المكلف أن يقدم الأهم فالأهم قدم الأهم إن العلم جم العمر والعلم بحر لا ساحل له كما قال الإمام الشافعي إن عطيته عمرك كله وأعطاك بعضه فقط إن عطيته عمرك كله أعطاك بعضه فهو لا ساحل له والعمر مثل طيف معنى خاطر زارك أو ضيف نزل وارتحل فلا يمكنك أن تستغرق أن تكمل العلوم كلها فذلك وجب على المكلف أن يقدم الأهم فالأهم الهلال الهلال he mentioned prioritize ما أعطاك بعضه فالأهم قد يكون الأهم فالأهم كما أهم فلأهم لأهم ما ما أهم كبير؟ وخطر أهم كبير مهم بالعلم لأن معلم كبير مهم وكبير كبير وكأنها في الوقت لتكبير كبير وأنها في الوقت لاتك رغتك في هذا العالم كما فرق يطير mercol قد يأتي ويأتي or a visitor or a guest that comes and leaves so he said because basically time is so limited and there's so much knowledge that it's like an ocean that you cannot see the other side of it that there's no end to it as such Imam Shafi'i he said that knowledge is such that if you give it a part of it a part of yourself it will give you none of it and if you give it all of yourself it will only give you some of it so then therefore in terms of knowledge what should you do you should prioritize that which is the most important first you should place, learn that which Allah subhanahu wa ta'ala has prioritized and what Allah has told us is most important learn that first before learning other things so what is the priority in terms of learning so then he starts mentioning and listing out the priorities and the first thing he said the first of it the most important is the aqidah to believe because all of the divine revelation is now attached to this aqidah to your beliefs so the aqidah of an individual is like their starting capital that if it's corrupted then Allah subhanahu wa ta'ala does not look at any of their other actions and the time that you will be questioned on your aqidah you will be evaluated whether it is right or wrong that is a time where a person is completely overwhelmed and will be a stranger they'll have just died they'll be in their grave they'll be you know overwhelmed they'll be being asked by the angels it will be a very difficult and very very trying he will be asked by angels that are feared by every creature humankind and other angels fear these angels of questioning even the angels of hellfire fear them muchaicede o ma z so it is even these angels that would be questioning a person asking them about their عقيدة in the grave they would be, they are such that they are feared by all the other creatures even the angels, even the angels of hellfire at Zabaniya, the 19 of them even their leader Malik is afraid of these angels ويقول العلماء أن مالك له أصابع على قدد عدد أهل النار and it is said ومالك له أصابع على عدد أهل النار محمد بابا said that it was narrated that that Malik the keeper of the fire the head of the angels that are watching the fire he has fingers the number of the people of the hellfire وقت تفتيش هذه العقيدة بقت ضيق ولذلك يقول الإمام السويط رحمه الله تعالى وهي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يقاها هي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يقاها so this time of questioning is a very difficult time where a person will be tested on these matters and that is a very difficult time when the person is searching with the correct that he said I'm not sure searching when the person searches with the correct and in this life قال في هذا الحياة لا أشد فتنة يلقاها العبد في القبر نعم أشد فتنة يلقاها الإنسان لكن البحث عنها في الحياة لا البحث عنها في القبر هي سؤال الملكين هو البغت تفتيشها معناها إذا لم تصحيها في الحياة معناها بغت التفتيش ضيق So Imam Suyuti he mentions هذي أشد فتنة يلقاها العبد that the most severe trial the most severe test that a person the slave of Allah would encounter is that that they would be questioned وقد سمعت بعض قال Imam Suyuti وهي أشد فتنة يلقاها العبد لما في حديث البخاري إنكم تفتنون مثل أو قريبا مثل المسيح الدجاء تفتنون في قبوركم حديث صحيح البخاري قال Imam Suyuti هذي أشد فتنة يلقاها الإنسان في قبره هو سؤال الملكين محمد الله هذي كتاب يقول التثبيت ليلة المبيت كتاب كام في الليلة الأولى التي يلقاها الإنسان أخذ الله أخذ أكبر أخذ قبره على العادة التي تفتح أخذها أخذها وهذا الوقت ومن عجب العجاب أني سمعت أن بعض المحاضرين قال لا ينبغي أن يزيد الإسان على ثلاثة أيام في العقيدة لأن زيادة على ذلك فوسوس أو كلام هكذا اسمعوا 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 هذا الكلام الفاسد the test for this topic, the test for this class for everyone will be once they are in the grave and they're asked by those angels and some people today من العجيب أني سمعت and one of the crazy things that I've heard one of the strange things I've heard is that people say that look some of the speakers they say that okay well about عقيدة you know you shouldn't really talk too much about it you know maybe you'd go maybe you shouldn't talk about it for more than three days اسمعوا هذا الكلام like a three-part series probably اسمعوا هذا الكلام listen to this listen to these words كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى العقيدة فقد تصحيى والإيمان بالغير كما قام في مكة how long did the prophet صلى الله عليه وسلم spend in mecca simply building people's belief building people's عقيدة حتى يثبتهم على هذا الدين حتى يعتقدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بالغائبيات it's strengthening their faith so that they can believe truly that there is لا إله إلا الله and to believe truly in the matters of the unseen حتى يثبتهم على هذا الدين so that إيمان could be affirmed in their hearts كما كذا في المدينة يدعو إلى هذا how long did the prophet صلى الله عليه وسلم spend in mecca teaching this and calling to this ومتى فريضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول فريضة فريضت so when was the prayer itself you know required upon the prophet صلى الله عليه وسلم the first of the requirements that was required متى فريضت الصلاة when was the prayer required وبعد واحد مع الخمسين وأشهر ماضت له يقين شرفه الرحمن بالإسرائي وبعروشه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات وعاد بعد الفرض للصلاة 11 سنة وبضعة أشهر في تركيز العقيدة فقط والقرآن ينزل الليل والنهار it was mentioned 11 years وبضعة أشهر 11 years and some months it took for the prayer itself to become required and the prayer itself to be revealed rather than you know the other matters and the Quran is coming down you know day and night but the Quran is coming down in terms of what matters affirming the عقيدة and 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 like strengthening the عقيدة and the hearts of the people to deeply ingrain the عقيدة and the hearts of the human beings لذلك الناس لما ذبتت عقيدة في تلك الأيام أخذوها بأصولها وتأكدوا منها هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله and that is why كلهم يرى الجنة يَا حَبَّلَ الجنةُ وَاَقْتِرَابُهَا طيِّبَةً وَبَارِدًا شَرَابُهَا ما عندهم أي شك and look at those companions look at their state once the عقيدة became so ingrained in their thinking and in their hearts and their belief was so strong that their own lives became it seemed insignificant to be given up for the sake of Allah سبحانه وتعالى that it became something you know that it seemed a value that a person would give their life and they would happily give their life for the sake of Allah لا يفكر هل مات أحيي هل مات أبقي لا يفكر عنها so when he is is entering like a battle he doesn't he's not worried whether he's going to live or die هل عاداه الأهل أو عاداه الأحباء أو لو أصدقاء وليس له أصدقاء لا يبالي whether he would be killed or not and he does not care he's not worried about you know whether his family his own family his friends you know whatever the popular you know public whatever he doesn't care what people think about him قول عدوا لي من رجع من الصحابة عن الإسلام عدوا لي الآن من رجع عن الإسلام بعد أن أثبت في الإسلام ما تأكدوا من الإسلام امتداء count to me calculate the amount of companions who became firm in الإسلام and they left الإسلام you cannot count the amount of companions who left الإسلام except on your fingers and وما كانوا من الثابتين وما كانوا من الثابتين في الإسلام and those weren't even the ones who were firm in their إسلام لكن لا تجدوا إنسانا من الصحابة الذين مارسوا هذا الوحي رجع عن الدين مطلقا ولا وقع في التابعين إلا نادرا and you will not find in the companions any of the companions who were firm in the deen who then left الإسلام and you will not find it in the followers of the companions except very very rarely or you may not find it at all this is because they were convinced this is because they entered into Islam and they gained that certainty of Islam that certitude they were firm in their belief but how many people today enter into Islam and leave Islam how many enter and how many of the children of the Muslims you know the people who they're born you know their parents are Muslim and they leave Islam from the Muslims and how many of you owe whatever 20 some attendance here and you viewers tell me how many of these people are there and you know and you know these people who are leaving Islam and forget about leaving Islam the people who are in doubt so effectively if somebody is living in that doubt then that's not Islam because Islam the true submission it doesn't it doesn't it cannot be the doubtful person it cannot be it cannot fall also it cannot mix with the doubt is there doubt Allah says is there doubt Allah says whoever doubts what the Prophet then this person has doubted Allah whoever doubts what the Quran has said then he has doubted Allah tell him to return to the Lord tell him to return to the Lord say O people say O people I am the messenger of Allah to you to all of you don't you don't the truth with the truth who had in his heart a little bit this is not a Muslim not a Muslim not a Muslim who had in his heart no one is not a Muslim شك في العقايدة تردد في هذا هل هذا صحيح أو غير صحيح هل يكون مسلمة؟ لا من يشك في رصول عقايدة الدين هل يكون مسلمة؟ So the person doubts the principal matters of the deen they doubt it then they're not truly a Muslim الله تعالى قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وماذا؟ ما قال بعد ذلك وليكون من الموقنين من الموقنين الله سبحانه وتعالى says and as such we show إبراهيم ملكوت السماوات والأرض the dominion of the heavens and the earth and so that he may become from the certain وليكون من الموقنين so that he may become from the certain ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم معنى عبارة لم يقع شك لم يقع شك نحن أولى هذا هذا تبيين أن الشك لا يقع مع الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم نحن أولى بالشك معنى هذا معنى تبيين أن الشك لم يقع لم يقع مع الإيمان نحن أولى بالشك نحن أولى بالشك من إبراهيم هذا معنى أن الشك لم يقع لا يختلط مع الإيمان يريد أن الناس أن الشك ما وقع من إبراهيم لأن الشك ينافي الإيمان So the Prophet صلى الله عليه وسلم here explained that saying that we are more befitting of doubt than إبراهيم showing that there's no doubt يبين أن الشك لا يجتمع مع الإيمان meaning that doubt and إيمان do not mix it means that if the Prophet did not have any doubt and that if he had doubt then it would apply to other prophets but this means that it's clearing the Prophet and all of the prophets from doubt so the Prophet صلى الله عليه وسلم here is clarifying clearing that إبراهيم عليه وسلم did not have doubt and of course if Ibrahim عليه وسلم had doubt then that would indicate that that doubt was passed on and the Prophet is saying that here meaning that Ibrahim عليه وسلم did not have doubt the prophets do not doubt الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف نعم أهمه عقايد أهم العلوم عقايد بعد أن تثبت العقايد وتستقر ننتقل إلى الأهم بعدها أهمه عقايد عقايد لا بد منها عقايد سنة جماعة ولا بد أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ونحن نعيشه الآن لا بد أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ونحن نعيشه قال ان افترقت اليهود على واحد وسبعين فرقة وقال ان النصارى افترقت على ذنتين وسبعين فرقة وقال ان هذه الأمة ستفترق على ذلاهم وسبعين فرقة ليست مسلمة هي منتسبة فقط ما يقال له إسلام يقال له انتساب فرق بين الانتساب والإسلام العلماء قالوا لا قال كلها بالنار إلا واحدة قالوا يا رسول الله سلم يقال ما كنت عليه أنا وأصحابي وفي رواية الجماعة ولذلك الطحاوي يقول باب ذكر بيان عقيدة السنة والجماعة المهم شي persevering الأمر الأهم شيء والعقيدة الشت zatcommerce الأمر الأهم شيء والعقيدة المهم شيء والعقيدة wherein تكون المهم شيء الزيقين تفهموا شيئة الزيقين وملكة ال fella أن يفترقوا إلى الساعة ية يهود افترقوا إلى واحدة وسبعين الفرق الachts ليتىود من تفهموا شيئا الزيقين هل هذا الرقم محدد يعني أو يعني أكثر؟ لا تفكر، نقول ما قالنا بسره، إذا أبو شيله ما قالنا بسره كافي، هينتين وسبعين فرقة كافي، هذا كثير، هذا فساد كافي، لا نحتاج إلى زيادة من فساد لا تفكر، المهمة ترشع إلى هذه، عندما تنور إليها ترشع، كلها مترابطة الأسلاك، لا تفكر عن هذه So if the Christians would split into 72, and the Muslims would even split into more, into 73 قال كلها في النار، إلا واحدة، except for one of them, the Jews, the Christians قالوا وما هي يا رسول الله، لا، نحن نتكلم عن المسلمين، نحن نتكلم عن المسلمين، لكن نتكلم عن الفرق المسلمة المنتسبة، انتساب The Prophet صلى الله عليه وسلم said all of them are in هذه الفرق التي ستفترق عليها الأمة الإسلامية، نتكلم عن الفرق التي ستفرق عليها الأمة الإسلامية Meaning that from the sects that the Muslim Ummah splits into, they will all be in Hellfire except for one Meaning that the others, although they may be referred to as Muslims, they may ascribe themselves, this is an ascription, they may ascribe themselves to Islam كم من الطوايف كثيرا كما عدا العلماء من المعتزلية والقادرية، فكثير من طوايفهم عدوهم نكابر Such as the other sects that the scholars have counted, you know, from these sects أو بعض المجسمة، هذا معروف، العلماء عدوهم في أنهم ليسوا مسلمين In essence from the different sects that the Muslims split into, those sects are not true Islam except for that one of them that the Prophet صلى الله عليه وسلم said The one that I am on and my companions, me and my companions are on وفي رواية الجماعة معنا واحدة هي الجماعة نعم الجماعة كيف لذلك قال أبو الطحاوي قال باب يكر عقيدة أهل السنة وجماعة بيان عقيدة جماعة معناها جماعة المسلمين التي عليه السواد العراح سمحني شغال ما ترجمت الوقت تابع تابع نعم 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 وضع لا تترك شيئا is the one that is saved and the others are in hellfire according to what the Prophet صلى الله عليه وسلم said and the only reason here they are being counted that Islam has split into these sects is because they would ascribe themselves to Islam or Islam would be ascribed to them but in reality the beliefs are different and this is evident by the scholars you know mentioning that the Mu'tazila or you know Jamiya or whatever Mujassima the other the misguided sects they mention them from these sects so it's not to say that those people had proper beliefs and they're you know Muslim like us hear the Prophet صلى الله عليه وسلم saying that these are sects that end up in hellfire إلا واحدا قالوا وما هي يا رسول الله قال ما كنت عليه أنا وأصحابي وفي لويتنا الجماعة so then the companions asked who is this saved you know group the Prophet صلى الله عليه وسلم said in one narration he said الجماعة and the other narration the Prophet صلى الله عليه وسلم said that which I am upon and my companions this is an indication if you look at what is being said in Arabic it is and this is kind of like a small you know a miracle that is being mentioned here this is you know a prophecy that the Prophet صلى الله عليه وسلم said in one narration الجماعة the word الجماعة the other one he said what me and my companions are on the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and الجماعة so one narration is saying a sunnah basically the other one is saying الجماعة so this is an indication that in the future there would be a group that is referred to as the people of الجماعة the majority الجماعة here means the majority of the Muslims نعم الجماعة لذلك أبو جعفر الطحاوي قال باب بيان ذكر عقيدة أهل السنة وجماعة يريد أن نردنا إلى ذلك الحديث أبو جعفر الطحاوي قال باب ذكر عقيدة أهل السنة وجماعة يريد أن نردنا إلى ذلك الحديث so here when Imam Tahaوي mentions this is clarifying the creed the beliefs of the Ahl Sunnah so he is referring there to that one group that the Prophet صلى الله عليه وسلم was talking about in that hadith شيخ الجماعة يعني أكثر أغلبية من أغلبية من المسلم سمع أنا أقول لك كانت أغلبية ولكن في آخر الزمان نبي صلى الله عليه وسلم أنا ستكون قليلة لابد أن تفهم هذا هو الذي عليه جمهور الأمة لأن ما نضى من الأمة أكثر من ما بقي قطعا لأن السلف الصالح والخير أكثر من هذا هو الجمهور لكن في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء وقال لا تقوم الساعة إلا على أشران الناس ونحن الآن في علامات الساعة ما بقي منها إلا الكبرى كون الكثير الآن يتبجح ويخرج عن هذا المنهاج هذا لا يؤدي إلى أمن التحد لأن الأكثر ما ضوح So now taking into account that the Prophet صلى الله عليه وسلم also said that toward the end times he talked about the corruption and how the Muslims would be weakened and how the 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 day of judgment will not rise except upon the worst of people and that Islam would begin Islam began as something strange and will return to be strange like it began so glad tidings to the strangers so this is an indication that the majority will not always remain on this way that the majority was on in the past but it is so so those two things are not contradictory but rather the Prophet صلى الله عليه وسلم is mentioning the greater majority who is أهل السنة نحن لا نتكرم الحاضن هؤلاء في العين هؤلاء في النفير هؤلاء عوان لأن المعتبر هو إجماع إجماع العلماء المجتهدين والناس الذين لهم معنا هذا لا يوجد لأنا من يتبع أولئك فهو من السنة والجماعة ومن لم يتبعهم ولو كذروا وقلوا لا نبالي بهم فإن السنة والعين إذا السنة والجميع من الناس الذين متقلوني اليوم فإذا ذات لا يعني كي نتبع الفيشي العقيد من الجماعة سيؤلاء أن نحن بقى إلى من الورق وذلك أن نتبع إلى من الورق لأن المجتمع إذا كنا لن نتبع الأرض مستحيل ونحن لا نعلمه الآن حسب ما نرى الآن من المتكلّم ما فيهم واحد على درجة عالم مقلد ولكن على كل حال سيبقى في الأرض مجتهد سيبقى لكن لا ندري أين لآنا هو هذا لا يبلغ لو خالفنا كل العقدة اللي شمع قبلها ما في فائدة كلامه يعني مهمة وقال أنه مجتهد وقال أنه مجتهد لم نرى مجتهد لنا ولكن خليه يكون مجتهد سzust условizing that this person was a مجتهد because we already talked about the great level of Ishtihad like what kind of scholar that it needs to do Ishtihad which is something that you know there may be one that is alive today but we don't know where that person is you know that is the طلبة ولون أنه قال ما يخالjd ذلك فليس يمعتبرا قالوا لأنهم عقد الإجماء قبل But even if somebody says that they're Mujتهد and they even have all that knowledge to be a Mujتهد وهم بسيطة بالتعجيب مع هذه العقيدة هذا يمكن أن يكون لديهم مجتهد لا يعتبر قوله لأنه خارق لجماع سيطة بأنه لا تتعلم بها لأنه يتعلم بالتعجيب أنا أقوله إبارة عن عبا تضيع وقت استماع له هذا يقول له استماع لا تمكن أنك من زائر كما قال عمر بن عبد العزيز سيطة بأنه سيطة بأنه أنه يقول لكم السلام عليكم يا مشاهدين ويا حاضرون هل بيكم رجل أو مرأة أو طفل أو شاب أو شيخ كبير أو عجوز يعتقد أن هناك مشتهد الآلة فيما يتكلم لنا and I will tell you all listeners السلام عليكم all listeners all attendees anyone women وعجائز والشيوخ والصغار والشباب والأطفال the old the young the male the female the children the youth everyone هل تعتقدون هل تبنغون من البلادة والحماقة أن تقول أن موجود الآن من يتكلم بهذه الشاشات مشتهد do you think has your ignorance reached the level that you think that a person هل تبنغون من الحماقة والعماء وطمس البصيرة that the blindness هل تبنغون من العما وطمس البصيرة and the lack of perception have you reached that level of lack of perception and blindness that you think that one of these people that's talking to you on your TV is a مشتهد إذا كان ابن عبد البر وإمام الحرمين والإمام السيوطي والباجي والرازي لا في العيري ولا في النفيري لا يحسبون مع المجتهدين من أنتم يا رجال إمام الحرمين الباجي القرائفي ابن عبد البر السيوطي العيني ابن حجر even if he was one of these scholars then he wouldn't be a mujtahid so what are you thinking then that he's a greater you know scholar that he's a mujtahid السلام عليكم يا أجه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أساء ربكم أن يكفر عنكم سجيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغز الله النبي والذين آمنوا معهم وهم يسعابين إدين وإدين يا أجه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أساء ربكم أن يكفر عنكم سجيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعابين إدين Allah says O you who believe repent to Allah transmitting just the shaykh read the words transmitting what Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the Quran O you who believe repent to Allah a complete sincere repentance that your Lord would then perhaps meaning definitely forgive your sins and enter you into gardens beneath which rivers flow يوم لا يغز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعابين إيديهم وبي إيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار on the day that Allah would not disgrace the Prophet and those who believe with him their light would be يسعابين إيديهم وبي إيمانهم from in front of them بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار from around them and glad tidings to you of جنات تجري من تحتها الأنهار glad tidings to you of gardens beneath which rivers flow أي ذنب أعظم من أن تجعلوا مجتهدين أي ذنب أي ذنب تلقون به رب العالمين So which sin is there to repent from here or which sin would you meet your Lord with that is greater than to place those people as you know the مجتهد is telling you a new way of believing أي ذنب تلقون به رب العالمين أن تضعوا هؤلاء المحاضرين مثلي ومثل من شيوخي ولو شيوخي تضعونهم إلى هؤلاء أي ذنب أكبر من تلقون به رب العالمين What sin would you meet your Lord that is greater than that is greater than placing any of these speakers myself included my teachers or even my teachers if they are contradicting or placing them ahead of and listening to them as alternatives instead of listening to the great scholars that we have mentioned their names أي ذنب أكبر من تلقون به رب العالمين يوم القيامة and the consensus of those scholars and so on what sin would be greater than doing that know that the scholars mentioned that the Prophet left this world while there were over 120,000 companions that were there not more than 120,000 120,000 صحاب and from those 120,000 companions لا يزيد المشتهدون على عشرين the number of of مشتهد was not more than 20 so this is as far as the companions that their life was struggling their life was struggle following the Prophet going through enduring spreading Islam and so on then in the next generation the Tabi'een much of that had been done and a lot of people were able to dedicate themselves entirely for knowledge so count the number of مشتهد during that time استغفر الله من قول بلا فهم هذا ليس بقول بلا عمل هذا قول بلا فهم استغفر الله من قول بلا فهم I seek Allah's forgiveness for speech without understanding this is not even speech without action you know talking without backing it up by action this is talking without understanding Allah تعالى يقول يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أنا أقول لكم يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمُنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَمُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Allah says O you who believe why do you say that which you do not do هَا أُولَيِ الشَّيَاطِينَ آمَّنْتُمْ فَفَوْقَهُمْ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ those are you know shayateen for saying something and then doing something else but what about you know it's beyond above and beyond what people are doing today of saying things then they don't even understand what they're saying لا يفهمون لا تفهمون رحم الله من عرف قدره رحم الله من عرف قدره معرفة القدر مهمة جدا معرفة الإنسان قدره يفهم بها وضعه يعرف نفسه يعرف نفسه رحم الله من عرف قدره رحم الله من عرف قدره the prophet sallallahu sallallahu sallam said may Allah have mercy معرفة القدر مهمة جدا معرفة الإنسان نفسه ضرورية جدا knowing one's place is something that is very important that is very necessary لا بد للإنسان أن يعرف نفسه أين هو أين النجم من النجم أين النجم من النجم النجم تقال للشجر المنتشري على الأرض و تقال للنجم في السماء أين النجم من النجم that a person it's necessary for a person to know what their place is and what their position is where is the نجم compared to the نجم نجم is a word in Arabic that refers to نجم شجر المنتشير للي لا ساقله it's like a bush like a tree that is spreading without roots and the نجم also refers to the star so where is the نجم compared to the نجم أين السرا من السريا أين السرا من السريا where is the earth compared to the sky فرق كبير جدا نحن الآن نحتاج إلى أن نستمع إلى جهابذتنا العلماء وما دبونه لنا والطريقة التي بيّنوا لنا به التعليم ونأخذ مسلكا منهجا سهلا جدا وإذا أخذه الإنسان يأمن وإذا انحاد عنه فقد انحاد عن السواد العظم وانحاد عن إجماع المسلمين وذر يعلم مين مصيره فر يعلم مين مصيره So then what is our place? Our place is to recognize who those scholars were recognize the Islamic tradition recognize the Islam that has been passed down to know our place is followers of the deen that has been practiced and been taught by those scholars to implement the deen of those people of Ahl al-Sunnah wal-Jamaah to learn that and to practice it and to put ourselves under it but if we prefer to do something else or to follow some modern thing or to follow something different an alternative then know at least that you are straying from the jamaah you are straying from the belief of Ahl al-Sunnah wal-Jamaah and your outcome will be whatever it will be So the disbelievers would ask Allah says in the Quran they would ask what of the two groups are more higher status and Allah subhanahu wa ta'ala says this now the shaykh is asking so I will ask you what of the two groups do you think is who do you want to be resurrected with on the day of judgment Imam al-Tuhawi, Imam al-Ash'ari Imam Malik, Abu Hanifa, etc or do you want to be resurrected with these people who are contradicting them today which of the two groups absolutely you will be resurrected by one of the two you follow that or you follow that Allah subhanahu wa ta'ala says there is no doubt and there is no option Allah says in the Quran the day that we will call all the peoples with their leaders with those who are called every leader with their Allahumma shahed anna imam al-Malik wa imam al-Abbi Hanifa wa imam al-Has'ari wa imam al-Tuhawi wa imam al-Tuhawi wa imam al-Nawawi Allahumma shahed wa al-Takbar al-Shaykh that every group will be raised with their imam with their leader and also oh Allah witness that our leader is imam al-Tuhawi that Imam Malik imam al-Has'ari and these people Inaami O Allah witness that these are our you and O Allah resurrect us with them اللهم أحشرنا معهم اللهم أحشرنا معهم ولا تحشرنا مع زنادقات أهل اليوم اللهم أحشرنا معهم ولا تحشرنا مع هؤلاء الزنادق يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك يشهدون لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك ما له سؤال يسأل أنا ليس أشيخ فضعا أظن هذا ممكن بعض الناس لا يفهمون الذي عنده شك يعني كثير من المسلمين عندهم دائما يعني الذي يأتي المسجد ويصلي ويصوم عنده بعض الأمور التي متردد فيها يعني يقولون أنهم يعني بعض الناس يدخلون في الإسلام يقولون أنني ما زلت لم أفهم وما زلت لم يعني أرتاح لبعض الأشياء يعني ولكن يقول الشهادة ويسلم ويصلي ويطيع الله سبحانه على غالب الظن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بد من اليقين في الإنوا إذا كان بعض الأمور تضايق الشخص يعني يقول لماذا؟ يقول إن كان يردها ويكفها يقول إن كان يردها ويكفها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة وقال إننا تعرضوا لها أمور يكادوا يلقون أنفسهم من الشواهق الجميع قال هذا الإيمان، ما دام يدفعها الإيمان ولكن ما دام يترددها لها صحيح، هذا خطير جدا So what is meant by doubt when Shaykh said that a person who has doubt doesn't have إيمان That a person who is a believer, they cannot say, oh I think that maybe, you know, what Allah said about this Maybe it's right, maybe it's wrong That's the type of doubt that if a person is doubting what Allah is saying This is absolutely, you know, impermissible and this is disbelief But if a person, for example, has, you know, a lot of thoughts that, oh, why is it, why in Islam, you know, can, you know, men, you know, marry this or this Or why is there a rule in Islam this way, the way that it is And this is a way that the Shaytan is attacking their belief Then understand that this is called وسوسة This is a whispering from the Shaytan that is trying to give doubt to this person If a person really thinks that I don't know whether this is right or wrong This is a person that does not believe But if a person doesn't understand why something is right or wrong This is a person that comes back to the protesters, because they are blaming them They are blaming them, they are blaming them, they are blaming them They are blaming them, they are blaming them, they are blaming them So if a person has this doubt, has that, those type of questionings Then of course they should ask and seek and learn But then even at the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam The companions, some of the companions with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam There are involuntary thoughts, there are some thoughts that occur to us That are so, they drive us so crazy, we want to throw ourselves off the tops of mountains The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said And they hate, you know, having these thoughts or these nagging, whatever And they hate it and they wish they didn't have that The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that is Iman So long as a person is repressing these things, is asking these things, is affirming themselves On the truth of, of course, La ilaha illallah Then the other things need to make sense Although they don't make sense right now and they're causing me issues Then still, they're firm on their faith I was in California before I saw you So this doubt is from, as a result of what the speakers say to the people They are the ones who are causing these doubts and justifying these doubts for a lot of people So they remain instead of solving the questions The Sheikh is saying I was in Southern California recently I talked to them about this matter, I told them that freedom is not in Deen In Deen, we have limited freedom He said, look at what you're talking about today That there's limited freedom in Islam There's a limited freedom in Islam He said, one person that was attending, he said That you know, I actually It's as if you're talking about something that just happened very recently That a woman was wearing a hijab And then she took off her hijab and she said And her reasoning for doing so was She said, Allah says there's no compulsion in religion I forwarded to this interpretation That understanding of there's no compulsion in religion That means that Allah can't tell us what to do That means that basically When Allah orders us or doesn't order us That's not something that we have to do So Allah's statements of do this and you must do this and so on And Allah's commandments are not for the people That means that if Allah commands you to do something You don't have to do it And to justify their actions as if it is a correct action Or a person says, I'm not going to pray the prayers Because there's no compulsion in religion What does that mean? It means that the truth is not a complaint from Allah The outcome of that What it boils down to Is that Allah's orders There's no commands from Allah There's no commands from Allah Without any law That a person can do whatever they want to do That's what it means, right? هذا يقال له الظلم في لغات العربي واضع الشيء في غير محالي هذا يقال الظلم what is oppression? what is ظلم in Arabic? it is placing something in other than its place هذا يقال له الظلم في لغات العربي انت تعرف تفلة الأعماء تفلة الأعماء الأعماء يحاول كان في القديم الكلينكس ليس موجود وعندهم أرض يحفر مكان يريد أن يبسوق فيه يحفر مكان آخر ويغيب مكان آخر يقع في ثلاثة أخطاء يحفر ابتداء لأجل أن يبسوق فيها فيفسق في مكان آخر ويواري مكان آخر هذي يقال له تفلة الأعماء هذا يقال له تفلة الأعماء هذا يقال له تفلة الأعماء لانه قد يفسق على عشرين راشل بجنبه هناك تقول لإبقاء شخص يفعل أحد العمل أسفر لإجعله على خطير ملتفلة العماء هناك تقول لإطلاق البحث الإطلاق من المدين قبل أن يتفعل كما تفعله كان يتفعله إطلاق محطة إطلاق إطلاق اطلاق أن يجد تقليبه فى المكان فى مكان أخرى فى ويغيب المكان آخر فى المكان يتقليبه في المكان أولا إكراه في الدين فى مكان أخرى معناها هذا لا خطاب في الدين معناها خطاب الله تعالى المكلفين هذه العبارة معناها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تجد ما أطيع أن أكره في الدين هذا هو الواقع هل تفهم هذا؟ هل تفهم هذا؟ لا تفهم شيء أقول أستطيع أن أكون هذا شيء يمتعني تفهم شيء يمتعني أو تفهم هذا؟ أتحدث عن شيء يمكن أن أكون أحد أن تفهم هل تفهم هذا؟ لأن علي رضي الله عنه بن سعود قال خاطب الناس بما يفهمون تحبون أن يكذب الله و رسوله علي رضي الله عنه قال talk to people about that which they understand do you want that people you know disbelieve in Allah and the Messengers طيب ما له سؤال يسأل يا أبنم فويت أستغفر الله من قول بلا عمل الحمد لله الذي بنعمته و جلاله تتم الصالحة الحمد لله الذي بنعمته و جلاله تتم الصالحة الحمد لله حمدا يوافي نعمه الحمد لله حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيدا الحمد لله الذي بنعمته و جلاله تتم الصالحة الحمد لله الذي بنعمته و جلاله تتم الصالحة الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق و صدق نبيه الحق صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا على بنا ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا تم وقنا أعبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعدي هديتنا وهبلنا من لدنك رحمته لك ربنا أهب لنا من أزواجنا وذُجياتنا قرر تاعين ووجعلنا المتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا زائضا إلا وفقته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقرا إلا أغنيته ولا مهموما إلا فرشتها ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا أصلت لك يضمرنا في أصلح لغضة يا أرحمة الرحمن يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام من تستجيب لنا دعوتنا من تطينا رغبتنا من تغنينا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو أصمته لنا وأصلح لنا دنيانا التي في معاشنا أصلح لنا أخرى تنية منقلبنا لا تدع لنا ذنبا لا غفرته ولا همّل لا فرشته ولا مريضا لا شفيته ولا ضال ولا حاشة من حوائش الدناء ولا خلت لك لضمانا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحمة رحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإلا الشكور والشكين ودمر اللهم أعداء الدين ونصرنا 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 على القضاء الظالمين اللهم أصلي وسلم ومبارك سيدنا محمد من نبي الدين الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين برجته ولبيته كما صلى الله عليه وسلم رحمه لك حميد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد سبحانه ربك أربي الله عزيزة يومي وعهات المجيد يا سيد الرسلي يا سيد الرسلي يا كهفي ومعتمدي سبحانه ربك أربي الله عزيزة